يفترشون الأرض في صفوف كرفانية هذا حال مدرسة فدك الابتدائية للبنات في بغداد التي تضم نحو ألفي طالبة وهو واقع أضطر معه أولياء أمور الطالبات لجلب المفروشات كما تفتقر هذه المدرسة لدورات المياه الصحية رأس الفدك يعني لا عندنا رحلات لا عندنا ماء لا عندنا بنكات وقاعدين على البصر الصفوف ما بيها رحلات وحارة نستخدمنا منها ونرجع نتوخ واسخ منها حتى قلت ما موجد لها ماما خلقا خدوا يفرشون المدرسة ماما خدوا قارتونا خدوا قارتونا وقردوا عليها أولياء أمور الطالبات اتهموا السلطات الفاسدة بتدمير منظومة التعليم وعدم الالتفات لهذا القطاع الحيوي عبارة عن تنك حديد ولا خلف الله على الوزير ولا على التربية الجابتها ونظمت اليونسيف وسوتها للبنات الاستاذ الوزير واللي قبله خلف الله عليهم وشتغلوا وأنجزوا وشغلوا فاللي شوال مدرسة بعشر تيام وبنيانها صار من 2007 والحد الآن من مبنية 85 طالبة بالصف 45 دقيقة تقبل ابنتك تقبل تقعد 5 واربعة واقفة واقفة هيشي لا رحلة لا هذي آخر شي بلغوهم قال كل واحدة جبلها بساطة من البيت زين رحمة الوالدية احنا بسط مدرسة انه شون مثلا ما دمر العراق ودمر مدارسنا ودمر وضعيتنا غير الاحزاب اليوم جرونه الى شغلات انه هذا اصوت الهذا اصوت الهذا لانه انتمل هذا الحزب فاللي شوال مدرسة يكون شو ما بيها وصار اكثر من 2 سنة لا عادة والمدرسة في بلد مثل العراق لا يخصص لقطاع التعليم اكثر من 2% من الموازنة المالية العامة كل عام في وقت يحتاج البلد الى اكثر من 1800 مدرسة بتجهيزات متكاملة وفقا لتقارير منظمة الامم المتحدة بينما تغرق احزاب السلطة بالصراع على المناصب وتقاسم المال العام